بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل شرح مقر كيميو عضوية واحد وسنتابع شرح كيفية البحث عن درجة عدم التشبع داخل المراكب العضوي الذي يمثل أجهزة التاسعة من المحور الثالث إذن في خلال هذا الفيديو سنقوم بالبحث عن السيغة العامة الخاطئة من بين المراكبات التالية باعتبار أن الدرجة عدم التشبع يجب أن تكون لها عدد صحيح إذا وجد أن درجة عدم التشبع للمراكب العضوي أو للسيغة الجزائية هو غير صحيح يعني عدد غير صحيح فبالتالي إذن السيغة الجزائية خاطئة إذن كيف فسنبحث عن درجة عدم التشبع لهذه المراكبات انتلاقا من المعادلة التي تم حسابها في الفيديو السابق والتي تتمثل في إذن درجة عدم التشبع إذن تساوي عدد الكربونات إذن ضرب اثنين ثم يحثف منها إذن عدد الهيدروجين وكذلك يحثف منها عدد الهالوجين ثم يضاف إليها عدد النيتروجين ثم يضاف إليها إذن اثنين ويقسم هذا العدد على اثنين إذن ما بنادن هنا عدد النيتروجين إذن نبدأ إذن بالمركب المركب الأول C4H7N إذن عدد النيتروجين أو عدد الكاربون ضرب اثنين يعطينا إذن أربعة ضرب اثنين هنا إذن إذن درجة عدم التشبع تساوي إذن عدد الكاربون ضرب اثنين إذن أربعة في اثنين يحثف منها إذن سبعة يضاف إليها إذن واحد يضاف إليها اثنين ويقسم على اثنين كما تلاحظون فلم أقم بحساب الأكسجين هنا الأكسجين لا يس له دخل إذن في حساب درجة عدم التشبع إذن أربعة ضرب اثنين تعطينا ثمانية ثمانية يطرح منها سبعة تعطينا واحد واحد مع واحد تعطينا اثنين مع اثنين أربعة أربعة على اثنين تعطينا إذن اثنين إذن درجة عدم التشبع تساوي اثنين فبالتالي هو عدد صحيح إذن هذا السيغة الجزائية إذن هي صحيحة للمراكب أو السيغة الأولى نذهب إلى السيغة الجزائية الثانية هنا إذن نفس العملية إذن درجة عدم التشبع للسيغة B درجة عدم التشبع تساوي إذن 10 ضرب 2 إذن 10 إذن 10 يعني عدد الكربونات هو 10 ضرب 2 ثم يحذف منها عدد الهيدروجين والهالوجين هنا 16 و 1 بالنسبة لكلور إذن 16 مع 1 ثم إذن يضاف إليها عدد النيتروجين إذن و 1 بطبع الحال أكسجين لا يحسب هنا ثم يضاف 2 ثم تقسم العدد على 2 2 ضرب 10 إذن 20 يحذف منها 17 إذن 3 3 مع 1 4 مع 2 6 6 على 2 تعطينا إذن 3 إذن كما تلاحظون هنا إذن عدد صحيح فبالتالي إذن السيغة الجزائية للB هي صحيحة نفس العملية كذلك نعيدها على السيغة الجزائية الثالثة إذن 7 7 ضرب 2 يحذف منها إذن 9 بالنسبة للهيدروجين و 2 كلور إذن يحذف منها إذن 9 مع 2 ثم إذن يضاف إليها عدد 3 يضاف إليها 2 إذن يقسم العدد على 2 إذن 7 ضرب 2 14 يحذف منها 11 إذن يبقى 3 3 مع 3 يعطينا 6 مع 2 ثمانية ثمانية على 2 تعطينا 4 وبالتالي إذن كما تلاحظون العدد صحيح إذن درجة عدم التشبع إذن عدد صحيح فبالتالي هذه السيغة الجزائية صحيحة إذن سنبحث في السيغة الأخيرة C4H7 إذن درجة عدم التشبع لهذا المركب إذن تساوي إذن عدد الكاربونات 4 ضرب 2 يحذف منها إذن 7 يضاف إليها إذن 2 على 2 تعطينا كام إذن ثمانية يحذف منها 7 1 1 مع 2 3 3 على 2 إذن 3 على 2 إذن عدد كسري كما تلاحظون وليس بالعدد صحيح فبالتالي هذه السيغة الجزائية كما تلاحظون هي السيغة خاطئة إذن السؤال الثاني بالنسبة لهذا التمرين هو سوف نذكر إذن احتمالات بالنسبة للعدد الروابط الثنائية أو الثلاثية أو الحلقات إذا وجدت للهيكل البنائي لسيغة جزائية الصحيح سنأخذ احتمال مثلا السيغة جزائية المتمثلة في C4 H7 أو N إذن هذه السيغة جزائية كما تلاحظون لها درجة تشبع 2 إذن هو سيغة صحيح سنحاول إذن من خلال هذه السيغة جزائية رسم المراكبات إذن قبل البداية في رسم المراكبات يجب التأكد إذن من هيكل هذا البناء كيف سيكون ماذا يحمل هل يحمل روابط باي أو حلقات كذلك عدد حلقات أو عدد روابط باي إذن قلنا أن السيغة الجزائية لهذا المراكب هو 2 فبالتالي إذا قلنا درجة تشبع يسوي 2 إذا قلنا درجة عدد من تشبع يسوي 2 أي أنه يعني 2 ينتبق على ماذا ينتبق على باي وحلقة قلنا إذا كانت هناك حلقة فدرجة عدد من تشبع قلنا degree of insaturation يعني درجة تصال يسوي 1 وبالنسبة باي إذن درجة سبع تسوي 1 إذن بالنسبة للاثنين هناك احتمالات إما أن يكون المركب الذي سأقوم برسمه يحتوي على رابطتين باي في ماذا تتمثل إذن رابطتين باي رابطتين باي يعني ممكن يكون رابطين ثنائية إذن رابطين ثنائية بهذا الشكل مثلا إذن احتمال أول رابطين ثنائية بهذا الشكل يعني باي داخل الهيكل أو يمكن أن تكون الرابطة الثنائية هنا بشكل آخر يمكن أن تكون بين الكاربون وأكسجين مثلا أو يمكن أن تكون بين الكاربون والنيتروجين مثلا المهم هنا بالنسبة للهيكل البنائي يجب أن يحتوي رابط ثين باي ولا يهم يعني كيف تكون هذه رابط باي إذن كاربون كاربون أو كاربون كاربون وكذا إذن هذه مع هذه يحتوي على C A و C N في نفس الوقت الاحتمال الثاني هنا أن يكون الهيكل البنائي يحتوي على رابطة ثلاثية باعتبار أن الرابطة الثلاثية كما سبق وقلنا تحتوي على رابطين باي فبالتالي إذن درجة عدو 7 و 2 الرابط الثلاثي يمكن أن تكون هنا بين الكاربون مثلا والنيتروجين كما ترحضين أن هناك كاربون والنيتروجين أو يمكن أن تكون مثلا بين الكاربون والكاربون إذن يمكن أن يكون هذا الشكل أو هذا الشكل يعني الهيكل يحتوي على رابط الثلاثي بهذا الشكل أو هذا الشكل بالنسبة لإحتمال الثالث يمكن للهيكل بنائي للمراكب الذي سنقوم برسمه يحتوي على رابط الثنائية وحلقة باعتبار رابط الثنائية تحتوي على رابط باي يعني إذن درجة تشبع واحد وحلقة يعني واحد فبالتالي إذن المجموع سيكون إذن اثنين الاحتمال الرابع وهو حلقتين باعتبار أن كل حلقة تحتوي على درجة تشبع واحد فبالتالي حلقتان لكي يكون درجة عن تشبع المراكب يعني اثنين